فيه دكتورة رسالة كتيرة لدينا بس فيه رسالة الأستاذ محمود سليمان بيقول تحياتي لك و لضيفتك الكريمة أرغب في معرفة هذه الاستفسارات و التساؤلات هل نحن في آخر الزمان و هل ما تتحدث عنه ضيفتك المحترمة له علاقة بالمسيخ الدجال و الإمكانيات التي منحها الله له ليكون له القدرة على إحداث الفتن و إغواء متبعية و ما علاقته بالشيطان ركزي عشان مش حاول تاني و هل الأطباق الطائرة هي وسيلته للتنقل حول الأرض كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ستنقل في أرجاء الأرض قطي فراء الكبش صدق رسول الله هو السؤال ده بصراحة رائع يعني هو سؤال رائع جدا و هو ده محور و ده محور راحنا بنكلم فيه إن الدجال ليس كما نعتقد نحن إنه شخص كفر كده إحنا ما هقول دلوقتي إحنا طبعا في آخر الزمان إحنا دخلين زي ما قلت إحنا دخلين فترة جاية على بداية عشرات الساعة الكبرى الدجال عبارة عن منظومة فاعلة من ألاف السنين شغالة موجودة و عايزين نعرف حاجة إن الدجال هول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بمن آتاه الله من آياته فانسلخه منه يعني ربنا أعطاه سبل للعلم و ليس بمجرد بس العلوم اللي هو حصدها في خلال عمره الألاف السنين يعني ربنا أراد إنه يكون من المنصرين دجال لوحكاية كبيرة ممكن نخليها في حلقة تانية كل اللي احنا بنتكلم عنه ده هو أساس منظومة الدجال الفاعلة الدجال هو لمشكل الحكومة الخافية ديت وهو رئيسها الدجال أصلا رئيس المتنوري دولت يعني خلينا مرة في حلقة نفتح الكسر هو ده اللي بوش قال عليه زاراني في البيت الأبيض ما هو بوش قالك زاراني الرب في البيت الأبيض ده أبدا حرم القراءة بوش أصلا ده رئيسه ما قولنا بوش أصلا من منظومة العزمة والجمجومة اللي هي من أكبر المنظومات الشيطانية عائلته أمه بنت أليستر كراولي التجسد البشري للشيطان أوكي فاستغفر عزيم رب إيه يعني اللي هو بيتكلم عنه لا هو قال عمراني الرب في البيت الأبيض وقال على حرب العرق الرب عمراني بالحرب وسموه حرب الرب في الأفلام الأمريكية هو لا لا الكلام ده عشان يقود العالم في صورة الحروب الصلبية وكي اللي ضد هؤلاء الإرهابين المسلمين مش عشان يعني إيه مش عشان زاروا ولا ما زاروش وكي لكن هو نقطة من المسيخ الدجال طبعا كل اللي بنك يعني سؤال الأخ الكريم ده سؤال رائع كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هو منظومة المسيخ الدجال وهي علومه وهنتكلم برضا يعني اللي شغل في أمريكا وناسة ومش ناسة علومه هو لا احنا النهاردة مثلا برضو معنا موضوع بس هنسكره على السريع بس عايزين مثلا في مرة حلقة نفتح بقى علوم الدجال وإيه قلعة العلوم اللي هي موجودة في برمودة لأننا معيني مثلا اللي هو الهرم الكريستل اللي اكتشفوه في برمودة وده كنا بنتكلم معانهم من زمانه بسطة قوي أنهم نصوروه لأن دي قلعة علوم كاملة موجودة تحت برمودة وهو السبب في المشاكل اللي هي بتحصل في برمودة لأنه هو هو عامل سيستم كامل داخلي من توصيل الأكسوجين والإنارة الداخلية وفيه سيستم تجنيد كامل وكل العلوم اللي احنا نتكلم عليه هذي النهاردة دي خاصة بالدجال الدجال بقى إيه في بدء لقاءه بإبليس الدجال فيه تعهد اتعامل بينه إنهما هو وإبليس صورة واحدة يعني هو تجسد البشري الأصلي لإبليس هو تجسد والكلام ده عليه عهد موصق عليه عهد بينهم عهد موقع منهم أنا ممكن أجيب لكم نص العقد الده متصرب لكن النواتة أنه هو أصلا طبعا ما كلام حضراتك صح هو أصلا الدجال هو تجسد للشيطان وسؤاله طبعا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة لو بخصوص مراكب الدجال طبعا وقال له القدرة على حداث الفتن لا يعني هو فيه نقطة في سؤاله قالها مهمة جدا هل الأطباق الطائرة هي بالطبع الأطباق الطائرة هي اللي وصفها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا كنت من أول ناس اللي شرحت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الجزئية واللي هو هيركب أنه حمره 30 زراعة وكي طبعا المفهوم بتاع زمين لو رسول الله عليه الصلاة والسلام تكلمهم على أطباق الطائرة ما كانش حد يفهم لكن كل الأوصاف بتاعته لأطباق الطائرة وهنتكلم نهاردة إزاي قوعد الأطباق الطائرة دي موجودة في جوف الأرض ولا تأتي من السماء ولا الكلام ده كله وإزاي هما بيخططوا الخديعة الغزو الفضائي وإيه الهدف منها والكلام ده كله الدجال بما له من علم وبما أعطى الله من علم وكل حدات دي كلها هو مسخرها بقى في المتنورين والعلماء الهناك لأن في أجزاء فوق طائعة العقل البشري في أعتقد في الحدات اللي بيختلفوها دي بالزبت زي أنه هو يعني العلوم اللي هو معادي الوقت هو سبقنا بحوالي 100 سنة مثلا أو أكثر لأنه هو استغل يعني هما إيه اللعبة إنهما شغلوا العالم الأرضي بالصراعات والحروب والبتاعه والمشاكل والمشاكل في حين إنه هما المنظومة بتاعتهم بقى لها ألاف السنين جمع علوم الأرض شفطت علوم الأرض سرقتها يعني هنا مثلا في مرة برضو إن شاء الله أو أنا نوهت على الموضوع ده إن أنا قلت مثلا الحضارة المصرية والحضارات القديمة كان عندها تقنيات حديثة جدا اللي يمكن أتخيلها كان عندها تقنية تقت الأورجن كان عندها كهرباء كان عندها مصابيح كهرباء وكان عندها كهرباء سلكية الناس ممكن تقول على الواحد مجنون أنا هدللها كان عندها كهرباء ألا سلكية كان عندها ليزر كان عندها حاجات معرفية جمدة جدا يعني أنا لأقولتها للناس هتتجند بس عندي الأدلة بتاعتها كاملة وأدلة علمية كل هذه اتخذت الكلام ده كله اتشفت من الحضارات زائد انه زورت هذه تاريخ الحضارات دي بحيث ان هي تبقى ايه عبارة عن نصب مش عارفة اهرامات معابد مش عارفة ايه وسحر والناس دي اشتغلت بالسحر والناس دي كانت عبارة عن ممالك ونبص للحاجات كده العلوم دي كلها على مدى التاريخ قاعدت تتسرق يعني مثلا من ضمن الحاجات انا كتبت في المعضو ده وغير ايه كتب فيه من ضمن الحاجات ودي كتوراها المنظومة المسؤنية ان كل الحروب عبر التاريخ كان بيتم فيها احراق المكتبات كل الحروب كل الحروب كانوا هاما بياخدوا المخطوطات الرئيسية في الاول بتتسرق المخطوطات الرئيسية ويقوم حرق لك عشان يقوم قاطع صلتك بالمعارف الانسانية بتاعتك قاطع صلتك بتاريخك قاطع صلتك بالحقائق اللي فتت تجهيل 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 في البشر فالنقطة ان طبعا كل الكلام ده حقيقي الدجال شرحنا بقى يعني أنا عايز أقول مثلا هارب ده هارب ده أساس لحارب أصلا الهارم الأكبر وهجيب لحضراتك فيديو إزاي حتى نيكولا تسلا إزاي السرق بالضبط نموذج الهارم الأكبر في توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومغناطسية أوكي والطاقة الحر سرق نموذج يعني مش عمل زيه لو مش عمل مثلا يعني إيه مش فهمه وعمل زيه ياخد نفس النموذج بالضبط بتاع تجويف الهارم وتوليد الكهرباء ومش عارف ايه وكذا فالعلوم دي كلها هو وصل لها زايد علوم تانية زايد علوم كانت مذكورة مثلا يعني هنا عندنا علوم الطاقة المائية هو استغل موضوع الطاقة المائية واختلاف الضغط المائي هو استغل الكلام ده فيما نحن مشغولين بالحروب والصراعات والفقر والتجهيل والمرض ويقوم مدينا يعود واخترعونا في شوية أمراض تنهي على مش عارف ايه يعملو لك فقر تفقير في الحتة الفلانية يعملو لك حرب بيولوجية في الحتة الفلانية فإحنا في أثناء هذا الصراع هو شكال مع جيش جامل من العلوم والترسيخ للمملكة المسيح الدجالي اللي هم تنوريين على الأرض وبيتمس على شيء البشر